اتهم الرئيس السوري بشار الأسد إسرائيل بأنها تستخدم شعار السلام كجزءا من منورتها السياسية وقال أن بلاده لن تقدم أي ضمنات في مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل كما اعتبر أن الاحتلال الأمريكي للعراق يشكل قاعدة لضرب دول الجوار وذلك خلال كلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للبرلمان العرب الانتقالي اليوم الأحد